بسم الله الرحمن الرحيم الصوت كويس يا ولاد ولا ضعيف دكتور عيد دكتور عيد ضعيف كنت أخايف هيكون صوتي بيطلع لكم كده تمام أو أنا مبسمعش وأنا أسفع لكنت ولاد أنت كلكوا زي ولادي والله أنتوا دكترة وعلى راسي مفق كلك يا ربه تبقوا حسن دكترة في الدين بس أنا بعتبر كل بكتور ده رسله ابني أو بنتي طيب نبتدي بقى إن شاء الله ناخد النهاردة إيه ناخد النهاردة آخر نوعين من الكنكتف تيشو إحنا خدنا سوري متيشو خدنا الإبيثيليا لتيشو وقلنا أنواعه وقلنا خصائصه وليسا مو كده وخدنا الكنكتف وقلنا أنواعه وقلنا خصائصه وقلنا ليسا مو كده يفضل لنا نوعين إيههم خصائص معينة عشان كده خدوا تسمية ماسكولر ونرفس وما فوق تطلع من المحاضرة دي عارف إيه تعرف الشكل اللايت والنكتر ميوسكوب بتاع السكليتال مصر وتفرق بين الكارديا والسموس والسكليتال مصر الهيستولوجي الكلاسفيكيشن بتاع النيرون والشتركشل بتاعتها النروجيا سال النروجيا سال دي أولاد هي الكنكتف تيشو بتاع البريد زي الكنكتف تيشو نفس خصائص بس خاص بالبريد خلايا مخصوصة للبريد فعشان كده برضو بقى معاً ضمن الخصائص الخاصة بالنيربس تيشو أشكد احتبروها مع النيربس تيشو طيب وتتكلم على البريفران نيرب المحاضرة مش شعبة ومش كبيرة وإن شاء الله يبصوا كتأسعب واحدة وأثقلهم هي الكنكتف تيشو لكن المسل إن شاء الله والنيرب هتبقى بري سامبل طيب هناخد المسل إيه المسكتف تيشو ده؟ عندي ثلاثة نواع من المسل عندي سكليتال مسل وعندي كاردياك مسل وعندي سموث مسل طب إيه اللي خلاهم يسموها كاردياك مسل وسموث مسل سكليتال مسل إنها تكون لها تحتوي على الأكتين وميوسين إنها بتعمل كونتراكشن فلأ اللي خصائص دي لازم نعملها في إيه؟ في تيشو الوحد اللي هو إيه؟ المسكتف تيشو نبتدي بأول واحدة سكليتال مسل إيه موصفاتها بتاع سكليتال مسل إن كل المسل أتتشت لسكليتال إن التنج مسل تعتبر من سكليتال مسل إن أنا بحركها إيرادية الأي مسل نفس الكلام الفارنكس واللارنكس نفس الكلام فيهم جزء إيه؟ أنا بتحكم فيه فبالتالي أدول إيه؟ طالما ما تحكمتوا فيهم بقى اسموه سكليتال مسل أو سترييتد مسل سترييتد مسل طب إيه دي تتكون من إيه بقى اسموه سكليتال مسل دي؟ من جروب أوف مسل فايبر كلمة فايبر دي هي سل جروب أوف مسل سل أو جروب أوف مسل فايبر يعني كل فايبر عبارة عن خلية واحدة يعني والأرجن في الهيمرس في أول الهيد بالهيمرس والإنسرشن في في الإسماء دي القلن أو ريديس كل دي من أول الهيمرس الهيد لحدة الهيد بتاعت الريديس كل التول ده خلية خلية عضلية واحدة فبقناها طويلة أوي سمناها مسل فايبر كلمة ساركو كلمة مرتبطة فقط بالمسل كلمة لاتينية تعني مسل فعندي ساركو لما يعني يعني السل ممبرين بتاع المسل سل أو المسل فايبر عندي ساركو بلازم يعني إيه يعني السايتو بلازم بتاع مين بتاع المسل فايبر تحتوي على ميوفايبر آه هم إيه الأكتين والميوسين الاثنين دول بيبقوا دايما موجودين في أي ماسكولارتيش عشان كده سمينا ماسكولارتيش طب بتصبغ بإيه بتصبغ النواة دايما تاخدوا لون لزق زي ما احنا شايفين كده أدي النواة وعندي خطوط اسمها سترياتيشن أو سترياتي دي سترياتي مصل عشان فيها سترياتيشن فيها خطوط فتحة بمبي فاتح ومبي غامل ده السيتو بلاسم كل اللون الأحمر ده السيتو بلاسم فاتح في غامل متخطط كده بسميها العضلات المخططة فالسيتو بلاسم فيها ريجولار ترانسفيرستريش شايفين منتظمة زي من أول مصر لأخيرها يعني ايه ماشي على نفس الخط من أول مصر لأخيرها يعني المصر فيبر دي مرتبطة دي مرتبطة دي حدت العضلة كلها ايه متانته وهي ايه ايه رادية فولاندري يبقى بنتكلم على السيت بنتكلم سكتريات الدولة لأ بنتكلم سكتريات ايه فولاندري طب ما تجيجي نشوفها ايه بتتكون من ايه أصلا العضلة نفسها العضلة دي عبارة عن كيس كبير كيس أنا مغلفاه عيلبة مغلفاه بورقة من بر الورقة المغرفة العضلة من بره كلها اسمها ايه اسمها اسمها ايبي ميزيوم ايبي ميزيوم ادي الابي ميزيوم مغطي العضلة كلها من بره كل العضلة من بره متغطيها بايه متغطيها بالابي ميزيوم لما اكبر كده واشوف ادي العضلة ادي ده الابي ميزيوم خلاص وبعدين متقسمة الى مجموعة عضلات كل واحدة لها وظيفة كل واحدة في مكان وتفر العضلة نفسها متقسمة بتقسيمة داخلية اسمها باري ميزيوم ده كونيكتف تيشو ده كونيكتف تيشو وحنا لو تفتكروا قلنا كونيكتف تيشو ده نسيق دام بيبقى موجود في كل اغلب انواع في كل انواع تيشو تقريبا لازم يكون فيها نسيق دام عادي لكن ما هواش نسيق عضلي هو بيغلط النسيق العضلي المسكولار تيشو لكن هو عبارة عن كونيكتف تيشو موجود لإيه لحماية وتقسيم المسكولار تيشو فعندي ابي من بره باري ما قسمة إيه من جوه دي ال馬ري الميزيام طيب مال في حاجة تانية اه في حاجة اسمها ميزيام ميزيام دي سوري ما عليش ميزيام دي الميزيام دي حوالين كل فتلة عضلية كل موسيل فايبر كل موسيل فايبر يبقى كل موسيل سل حواليها حاجة اسمها اندوميزيام يبقى البري الابي من بره خالص الابي هي كلها داير ميدور حوالين كل جروب هي كل جروب حاجة اسمها بيري وحوالين كل خلية عضلية او مصل فايبر اسمها اندوميزيام يبقى عندي ابي بيري اندو تمام نشوفها تاني ادي المقسمها العضلة هي دي عضلة واحدة من بره ابي ميزيام ومتقسمها من جوة ببيري ميزيام كل مجموعة عضلات مع بعض كل مجموعة مصل فايبر مع بعض متجمع حواليها تيشو طب كل مصل فايبر واحدة كل مصل فايبر او كل مصل سيل واحدة حواليها ايه حواليها حاجة اسمها اندوميزيام اندوميزيام تمام يبقى انا عندي ابي وبيري واندو الابي والبيري عبارة عن دينس نعمل دايري على دينس لكن الاندوميزيام عبارة عن اللوز كونكتف تيشو وهنا بنا عارفين بين الفرق بين الدينس واللوز الدينس يعني الفايبر كتير واللوز يعني ايه كل حاجة قد بعض دا الفايبر قد السيل قد الماتريكس دا الشكل الخارج طب ما ايجي شوفها باللايت مايكروسكوب عبارة عن ايه باللايت مايكروسكوب بنتكلم على عدد الخلايا في كل مصر فايبر الكلامي كده هيبقى منطبق على السموس مصر وعلى سكيلتال مصر وعلى الكاردياك مصر بس انا هنا هخصص الكلام على الكاردياك مصر يعني في كل نوع هتتكلم هي هتكلم العدد الخلايا في كل فايبر اذا كان برانشينج ولا مش برانشينج طويلة ولا سيارة الديمتر بتاعها قد ايه النواة بتاعتها شكلها ايه والسايتو بلال خصائص كل نوع احنا دلوقتي بنتكلم على السكيلتال مصر هتبقى ليها ايه خصائص معينة باللايت ميكروسكوب اللي M يعني light ميكروسكوب EM يعني electron ميكروسكوب انا هنا في light ميكروسكوب يعني light يعني بشوف الملون المنظر اللون انا شايفها دي يعني light يعني متلونة بايه متلونة بالهيمتوكسلن and eucine الH and e stain ده الbasic type of stain في الهيستولش او الاساسي فبيوريني يوري النواية باللون الازرق والسيتو بلازم باللون الاحمر طيب بالنسبة الاسكيتال مصل عندي كام خلية في الفايبر الواحدة كام خلية لسه الدكتور ايلانا انها بتبتدي من همرس لحد الريديس خلية واحدة يبقى خلية طويلة قوي ممكن تفصل لحتى 30 و40 سنتي او تفتكروا هيكفيها نواة واحدة لازم يكون مالتي نيوكليت عشان ايه عشان خاطر تبقى تقدر تغطي الخلية الطويلة او دي طيب عندنا نيوكليس عادتها كبير جدا مالتي نيوكليت ممكن توصل لخمسين في بعض الخلايا المسل فيبر الاسكيلتال المسل فيبر عشان الكلام يكون اوضح نعد بقى واحد اتنين تشوف في كل جزء عندنا كامل نواة كتير جدا طيب تقولها بيبقى ايه ممكن تبقى واحد ملي في اقصر عضلة ولتوصل لحد تلاتين سنتي واربعين سنتي وسبعين سنتي في بتوع الناس لعيبة البسكتبول في امريكا تقول ناس طوال عمليقة تقول ممكن توصل لسبع سنتي كمان بس النورمال من واحد ملي الكونتراكشن او الحركة بتاعت المفصل مش هتبقى بنفس القوة دي فبالتالي لا تتفرع تبتدي فتلة وتخلص نفس الفتل ما تتفرع الدامتر بتاعها من عشرة لمية يعني لو هي واحد ملي يبقى الدامتر عشرة وهي تلاتين ملي يبقى الدامتر مية النواة بتاعتها بتبقى ايه تبقى مالتينيوكليت ما انتي قلتنا انها متعددات النوايات ليه عشان طويلة قوي وليزم تغطيها اكتر عدد من النواة طيب الساركوبلازم اللي هو السايتوبلازم مليان 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 أسيدوفيليك ريجلر سترييشن اديت مخط تخطيط شايفين التخطيط عمل ازاي منتظم من اول عضع الاخر كأني فاتح دي صورة حقيقية تريشن دي الاكتين والمياصين بترتبهم اللي هنقوله دلوقتي طيب هي مليانة وظيفتك ايه اصلا انا وظيفتي ايه عشان كده سيتوبلازم مليان ورح ازايق النواة بتاعتها على الحرف عشان ما تعقش عمق حضرة الـ بسرعة تدي سرعة في الـ عشان تنقبض العضل فبالتالي عمل ايه خلى النواة Flattened وبريفران يبقى Multi-Nucleated Flattened بريفران يبقى العدد كل مصر فايبر Single No Branching الطول من 1 ملي ل30 سنتي ونفتكر لعيبة الكرة دي والدامتر من 10 ل40 النواة فهمنا ليه هي Multi-Nucleated عشان الخلية طويلة فهمنا ليه Flattened وبريفران مبططة وعى الأطراف عشان تسيب المساحة المين للايه أكتين من ميسين فايبر يعملون لي ترتيب معين يديني الشاكل الستريشن احنا شايفينه ده اللي بيقدر يعمل انقباط فبالتالي بتفسع طريق للأكتين والميسين تعالي شوفها بال-EM هشوف ايه هتفرج على حاجة أدخل أكتر بقى أدخل لحد تكبير 200 ألف و100 ألف أكبر التكبير اوه هشوف خلية واحد هتشوف ايه هشوف الستيتوب لازم الكونتنت بتاعها اللي هو بيحتوي على ايه واشوف الميوفايبرل الميوفايبرل اللي هي الاكتين والميوفايبرل دي الاكتين والمايوفايبرل اللي بواها والساركومير الساركومير دي وحدة الواحدة البنائية functional structure unit of the muscle الوحدة التركيبية الوظيفية للعضلة اسماها ساركومير واحنا اتفقنا ان كلمة ساركو يعني عضل طيب ناخد السيتوب لازمي كونتنتنت هيبقى فيها ايه هيبقى فيها مايوفايبرل لا الاكتين والمايصين خلاص مترتبين بشكل معين اسمها ساركو ساركو ستايلز مهمة جلمة ساركو ستايلز دي بتيجي مايوفايبرل تبقى موجودة داخل ايه العضلات فيها ايه كمان فيها مايو جلوبين يعني ايه مايو جلوبين زي اللي هميو جلوبين بالزبط بشيه الأكسجين ليه لانت عملت انقبض محتاج طاقة طب تالما محتاج طاقة هجيب لك التقابنين هديك التقابن للدخلة من من المايو جلوبين عشان قاطر يساعد حتى في ايه في الانقبض يحوس الأكسجين عشان لما عمل مكبول يساعدني عشان كده في الناس اللي بتتدرب اكتر ما بتتعبش بسرعة تبقى عندها ايه مغزون او تقدر توفر كمية كبيرة من المايو جلوبين اللي فيه أوتو عشان اشغل اعمل الانقبض ده نحتاج طب الأكسجين خلص المايو جلوبين دي حرقة كل الأكسجين اللي كان موجود على المايو جلوبين لا تتبدي تعمل ايه انا الانيروبك تاخد الجلايكوجين وتكسره وتديني ايه وتديني الجلوكوس يبقى أنا عندي هنا التقاجة يالي منين باخد الجلايكوجين جرانيول وباخد المايو جلوبين مين اللي بيحرق لي دول اتنين المسل مليانة ميتوكون وبتخزن الكالسيوم دايما بيتخزن فين لو تفتكروا في سنة الدحضيرية ان الساركوبلازمي كريتيكولم وهنا ساركوبلازمي كريتيكولم مقصود بها السموس اندو بلازمي كريتيكولم ساركوبلازمي كريتيكولم ده اكتر حاجة موجودة بتبقى موجودة فين موجودة محوطة كل وحدة من وحدات الانقباض بتاعت العضل تمام وعندي ميتوكون دي كتير طبعا احنا قلنا ادي ميتوكون دي اهي دي الساركومير دي الوحدة دي اسمها ساركومير اللي هي دي دي وحدة الساركومير اللي قلنا functional structure unit of the muscle عبارة عن ايه عبارة عن اكتين وميوسين مع بعض عاملين الترتيب اللي نشوفه في الشريحة الجاي بس الوحدة دي على بعضها اسمها ساركومير تمام الساركومير دي بيبقى ايه عنده محتاج ميتوكون دي ادي الميتوكون دي وهذه هي الجلايكوش ادي الجلايكوش الموجودة وانا شايفها هنا ده كله ايه المكونات اللي داخل ايه اللي داخل كل خلية وحدة كل خلية عضلية وحدة مليانة smooth and brasil وطالما في العضلات سمناها ساركوبلاس ميتوكون دي مايو جلوبين وبيتا جلايكوش والمايو فايبرل لما يجي لك في المدحان سيقول لك smooth and brasil is cold كذا أو sarcoplasm is sarcoplasm of the muscle mitocondria of the muscle cell membrane of the muscle لا sarcoplasm هو smooth and brasil of the muscle يجعل مايو فايبرل انت مش لسه اعلن مايو فايبر انا قلتلك مايو فايبر 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 كبيرة فايبر الخلية اسمها فايبر تحتوي على ايه تحتوي على مايو فايبرل الخلية الوحدة تحتوي على شايفين ادي خلية واحدة هي متغطية بالاندوميزيا مليانة ايه مليانة مايو فايبرل كل كل دي فايبر كأن جايب كيس وحتى في اعلام اعلام طويلة ايه اعلام طويلة اسمها ايه اسمها مايو فايبرل يعني خلايا العضلية دي عبارة عن كيس مليان خيوط ارفع اسمها مايو فايبرل مايو فايبرل دي بتتكون من ايه بتتكون من حاجة اسمها مايو فيلمنت مايو فيلمنت هي الاكتين والمايوسين بنا عندي الخلية العضلية واحدة يعني بص قدي على بعضها هي خلية خدنا الفاسيكل او الجروب في مصر اللي مع بعض ديها خدنا منها وحدة خلية عضلية وحدة خلاص مكبرناها لقنا حواليها اندميزيان ودي السلمان برين بتاحها وهي مليانة من جوه مايو فايبرل دي كل مايو فايبرل من دي قبار عن ترتيب للحاجة اسمها مايو فيلمنت مايو فيلمنت اللي مايو بين قصين مايو فيلمنت اكوال اكتين اند مايوسين مترتبين على شكل وحدات متكررة كده اسمها ثاركومير يعني دي فانكشن الستراكشن يونيت اوف مصر خلاص يبقى لما يبص على مايو فايبرل دي ادي قنبوبة من اللي احنا شفناها ودي قنبوبة تانية ودي قنبوبة تالت مليون مليون الخلية العضلية بسميها مايو فيبرل تصغير فيبر خير المايو فيبرل ايه شايفين ادي جزء من خلية انا خدت جزء صغير من خلية يعني تقريبا خدت ايه خدت خدت حتة خدت المربع الصغير ده من خلية ودي مايو فيبرل تانية ودي مايو فيبرل تالت ودي ربعة ودي ورقة كل بالترتيب مترتيبين بشكل منتظم جنب بعضها ادي انه الغمقة جنب الغمقة جنب الغمقة الفتحة جنب الفتحة جنب الفتحة فبالتالي الغمقة دي اللي مديني لون البنبي الغمق والفتحة دي اللي مديني لون البنبي أو الأحمر الفاتح. دي هي العملية الاسترياش. ليه؟ عشان فيه ترتيب معين. هنشوف. طب مين اللي عملية الترتيب ده؟ اللي عملية الترتيب ده حاجة اسمها ايه؟ اسمها الاكتين اند ميوسين فيلمنت. اللايت باند الجزء الفاتح ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاكتين فقط عشان كده رفيع. ثين باند. ثين فيلمنت. خلاص؟ الثين باند دي اللي بتكون من ثين فيلمنت. سوري اللايت باند اسمها اي باند. الاي باند هي اللايت باند هي اللي تحتوي على الاكتين فقط رفيع عشان كده بيديلون فاتح. لكن الدارك باند الاي باند. في الكلام مهم ما اقوي عارف ان الدارك هي الايه؟ اسئلة MSQ. تحتوي على ايه؟ تحتوي على الاكتين والميوسين. الثين اكتين. والثيك ميوسين. الاتنين مع بعض عمليني إيه؟ البند، الداركي بند الغمقى دي. طيب، الداركي بند دي of one my fiber, I do one my fiber, is present beside those of adjacent my fiber. أي وموجودة beside to adjacent my fiber. to give cross-stration, اللي إحنا شفناه بالإيه؟ بالليت مايكروسكوب. طيب، تعالي قولنا بقى طيب، أنت قلت لنا أن هي light band وداركي بند، واللايت بند الثين فيلمت نكتب جنبها أكتين، والداركي بند نكتب هنا أكتين، والثيك هي إيه؟ المايوسين. أنت بتكونوا إيه؟ أنا بعمل ترتيب معين. أني أعمل فيها إيه؟ أعمل حاجة اسمها ساركومير. أنت مين؟ أنا الفونكشنال استراكشنال يونيت of the muscle. بتعمل إيه؟ أنا باخد، أنا بتكون من إيه؟ أنا بتكون من نص نص light band لحدة نص اللايت بند اللي بعدها. وما بينهما معايا complete a band. يعني بيكون من complete a band two half of the a of the light band. طيب اللايت بند ده قسمه إزاي؟ بيجي حاجة اسمها z line تقسم لي light band. z line. z line ده إيه؟ في الميدل of a of the light band. يبقى z line. dark lines in the center of the eye band. اللي هي إيه؟ أكتير فقط. الفتحة. طيب ما بين z و z عندي إيه؟ حاجة اسمها ساركومير. تبدأ من z line to the next z line. كل ما يفايبرل بتتكون من إيه؟ الفتلة الطويلة دي بتتساكسيسف يعني ورا بعض. ساركومير. آه. أدي واحدة ورا واحدة ورا واحدة. من أول ال origin لحد ال insert. عشان لما يكون تركت يقصر كله إيه؟ يقصر كله مرة واحدة. تمام كده؟ حد عنده أي سؤال؟ أنا عارفة أن الدكتور قافل الصوت. حد عنده أي سؤال؟ طيب. ممكن تفتح له من الصوت حتى يا دكتور لو حد عنده صار في دقيقة ولله مش هطوه. نوواضح يا دكتور شكرا. طيب يا بيك. خلصنا إيه؟ المهم أنا عرفه عن إيه؟؟ الاسكليتا المست. انتو هتخدوا في الفيسيولوجي إن عندنا في حاجة اسمها آآ 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 اي باند وعندنا حاجة اسمها ايتش زون وعندنا حاجة اسمها ايه آآ الاتش زون اللي في النص دي. وعندي حاجة اسمها ايه أم لاي. وده هتخدوها في الفيسيولوجي لو وعايزين استفسار فيها بعتولي ايه وانا اقولها الكوتين نيجي على الكاردياك مصر مكانها فين مش عايزة يعني اتكلم هي مخطط بس فين في القلب القلب ده في ايدك بتاع تقوله دق 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 لا ده بيعود دق من عند ربنا لكن هو مخطط عشان كده حاجة وسط ما بين ايه بين السموس وبين الاسكيلتات السموس لا ايرادية وما فيش ترتيب للاكتين وما يصيد والاستريتت ايرادية وفي ترتيب ثابت للاكتين وما يصيد هنا عندي ترتيب ثابت ولا ايرادية تاخد من دي حاجة ومن دي حاجة طيب بتتكون من ايه كل فتل عضلية شايفين القلب عامل القس القلب مع شكله مش منتظم يعني مدور كده والعمل زي الكوميترا فالخلية العضلية بتبقى لفة بقى من اول للفوق كده حكما تعمل عبارة عن ايه كل واحد عبارة عن كل واحد عبارة عن مجموعة او سلسلة شين ايه مصر سل ادي مصر سل ودي مصر سل ودي مصر سل ودي مصر سل كل دي سلسلة مع بعضها ده بتبرانشين كمان اه بتبرانشين عشان تقدر تحوط القلب كله كله ميسر لما خلق قلب انا عايز اعملي انا عايز اعصر القلب لكن انا في العضلات الاسكيلتا انا عايز اتلي العضل اقصرها فقط لغير فبالتالي ما فيهاش برانشينج الاسكيلتا المصر لكن الكاردياك لازم تبقى برانشد عشان تعصر الفنتجل من الدم تعصر الانتيام وتصفيه فبالتالي برانشد واناستموزي يعني تتفرع وتلتحم مع ايه مع عضلة تاني ادي تفرعت الاثنين عملت مع المسل سل تاني ودي مع المسل سل تاني يبقى كل مسل فايبر عبارة عن جروب او ايه chain of muscle cell كل واحدة منهم برانشد واناستموز تتشعب وترجع ايه تتصل تاني الطول بتاعها مختلف بس مهما كان هيبقى اقصر كتير من ايه من السكيلتا المصر يعني ممكن لقى واحدة شوف دي طويلة كتا دعف الطول ودي قسيرة والحمد لله مش مدينة الاطوال نحفظ الطول بتاعها variable الديامتر بتاعها اكيد اصغر من السكيلتا المصر النواة دي خلية صغيرة يعني يا دوبك ايه محتاجة نواة واحدة كنت بتقول الفايبر عبارة عن multiple cells طالما multiple cells بقى كل سل هيبقى فيها خليتها ولو خلية طويلة يا ستي حجمها طويل مختلف طويلة هيبقى فيها اتنين ايه اتنين نيوكليا ايه زي دي كتا عشان طولت بقى فيها اتنين نيوكليا لكن الاساس كل خلية فيها واحد ايه نيوكليا مكانها فين مكانها في السنتر مكانها فين مكانها ايه في السنتر غير الايه الاسكيلتا اللي قلنا عادتهم مالتي وبريفرر وفلات هنا سنترل وقوفل بيضوية الشكل ايه وفي السنتر يبقى ده اختلاف كبير بين ايه بين الكاردياك وبين الاسكيلتا طيب الخلية العضلية دي تمسع لا تما ممكن يا دكتورة تتفسر ساعة الكنتراكش ده انا عملت انقابة تتفسر لا ربك عامل حاجة ايه ربنا عامل حاجة بين كل خلية واللي جنبها في الماصل فايبر دي عامل زي ايه ديسك كده خيط مخيط الخلية في الخلية جنبها خيط الخلية في الخلية ترتبط به كل خلية مش هتلاها تتصل في اختها غير بحاجة اسمها انتركاليت التسك وفهم جدا انتركاليت التسك ده ايه هو ده هو التسك اللي فيربط بين الخلية والخلية المجورة اللي هي فين في الماصل فايبر حتى لو كان Steam hurt حتى لو كان branched بريانشد دي بريانشد مسكة هنا انتركاليت التسك وينا عندي انتركاليت التسك ايه الخط الغام اللي انت شايفينه ده هو ده في الصورة الحقيقية من الصورة من مايكروسفول يبقى تاني عدد الفايبر فيها ايه فيها اكتر من مصر سل برانشد او برانشد وانس موزك عشان تقدر تعصر القلب الطول متغير بس اكيد اصغر من السكيلتر الدائمتر اصغر من السكيلتر النواة لا واحدة ولا اتنين السيتوبلازم اسيدوفيلك هي العضلة دي انت قلتنا ان هي برانشد بتنقسم بتنقسم العضلة عشان تحوط القلب فبالتالي القلب مش منتظم مش من اوله لاخله مربع فبالتالي بتحوط القلب فيبقى فيها استريشن او لكن ما هواش منتظم فيها استريشن او لكن مش منتظم زي الخطوط ايه من اول العضلة لاخرها زي ما شفنا فين زي ما شفنا في الاسكيلتر المسل ايه شايفين خطوط استريشن منتظمة زي لان العضلة بدية هنا ومنتهي هنا لكن في القلب دي عاملة دايق كومترا لأ متنية العضلات فبالتالي الإلستريشان موجود فعلا لكن غير منتظر نيجي على السموس مصل إيه السموس مصل ده ده أنا لا إرادية تماما وما يشتحكم بيها ولا قدر أتحكم أنا ما بقولش النفس يهدم ولا أشتغل ولا الدم يوسع ولا البلد بيزل ما ليش أتحكم خلص في هذا الجزء من العضلات اسمها السموس مصل هي لا إرادية ما تحكمش فيه طيب العدد رجعنا تاني زي بتتكون من خلية واحدة آه يعني كل مصل فايبر هنا عبارة عن خل آه دي مصل فايبر ودي مصل فايبر هي قصيرة آه خلاص لكن ما هيش لكن كل فايبر عبارة عن خلية واحدة طيب غير القلب كان بيكون من أكتر من خلية طيب الدامتر بتاحها أكيد صغير شكلها إيه عاملة زي زي سبند زي خدود المغزل كده شايفين أهي كده مغزل وفيها إيه أوفل نواة أوفل نواة بيضوية أدي منظر الدامتر بتاحها صغير طولها كام؟ طولها صغير جدا 30 مايكرون ده المتقصد بتاحها فين في الأوعيات دموي لكن سبحان الله بتقدر تكبر في الحج أثناء الحمل لما توصل في الحمل لحجم 500 مايكرون يعني نص ميلي ده حجم مجبير جدا مقارنة بحجمها الأصلي اللي هو 30 سوري 500 مايكرون اللي هو نص ميلي ليه عشان أقبر مقارنة بحجمها الأصلي في كل سموس مصل 30 ربنا سبحانه وتعالى بمعملها ليه عشان يزود المصل كونتراكشن ديورنج إيه ديورنج ليبر أثناء الولادة فبتكبر عشان تقدر تقوى وتقدر تكمل عملية الولادة النواب تاعتها ايه سينجل ووفل ودايما في السينجل زيها زي الهارت أوفل وسينجل وسينجل السيتوبلاز أسيدو فيلك بنتي قال لنا دايما أن السيتوبلاز بيأخذ اللون البامد لكن يا ستي ما فيوش ستريش سموس عشان كده سموها سموس مش شايفين ستريش لأن الخلية مش الأكتين الميسين موجودين داخلها فعلا وهي هي نوع من المسكولار تيش فعلا لكن عشوائي عشوائي توزيحهم داخل السموس موصل بيبقى عشوائي فبالتالي مش مترتبين بنظام دارك باند ولايت باند لا هم عشوائيين فبالتالي ما بيدوش اللون بوضوح نبص على هنا قدي السكيلتال موصل قدي مالتي نيوكليات طويلة قولنا الديامتر قولنا من 10% وقولنا ايه فيها من أول عضل أخيرها فيه فاتح في غين نيجي على الكاردياك موسل فيها صحيح بس فيها وبعدين كل موسل فايبر عبارة عن أكتر من خلية جنب بعض النواة بتاعتها سنترل وقوفل وده شكل خلية الهور نيجي على او الكاردياك موسل نيجي على السموس لا هي وكل موسل فايبر عبارة عن خلية واحدة وانها بتاعتها أوبل وسنترل وما فيهاش عشان كده سميناها سموس موسل الجدول ده تاني بيوضح الكلمة اللي أنا قلته عدد الخلية في كل فايبر عندي اكتر هنا في السكيلتا الوحدة بس زيها زي السموس اما الكل فايبر بتكون من اكتر من سلف مين من الكاردياك موسل طب برانش مش برانش مش برانش نوت برانش نوت برانش يبقى اول حاجة اللي دول متفقين فيه لكن الكاردياك ايه برانش وانها سموس اللينس بري لونغ قلنا بتوصل الواحد ميلي لحد تلاتين سنت هنا قلنا اللينس بتاع الكاردياك موسل بس مهما يوم ما طولت وبقيت اطول حاجة ليها كتنص ميلي في البرينج نوت خلاص فبالتالي هي بري لينس ومش بدي ان ارقام قطر خرب الديامتر بتاع السكيلت وقلنا من عشرة لمية لو طول واحد ميلي بقى اكيد الديامتر من عشرة لو الطول تلاتين سنت اكيد هيبقى ميلي ميلي الكاردياك اقل خلاص الحمد لله ما قالناش الدائم ترقدي والاسموس مصر اقل من سكيلت المصر النيوكلس هنا مالتي نيوكل متعددة نويات قلنا انا طويلة جدا فلاتين وبريفرر ليه اجلسيت مكان عشان يحصل بسهولة من غير ما تعوق العضلة نضمن يبقى ايه اقصر حاجة يحصل يحصل في نفس الوقت في نفس السن فعشان كده عندي ثيب مكان هالمين الاسيدوفيلي بطول الاكتين والميوس امالي الكاردياك مصر دي عبار عن اوان 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 الاغلب لكن احيان بطول سنترال اوان نيوكلي الاسيدوفيلي لقى عندي الاسيدوفيلي اكل واسيدوفيلي لان قلنا الاكتين واسين ده بروتين بروتين استريش امال السموس مصر اسيدوفيلي اوان لكن نان استريدي وانا بتاعتها زي ايه زي الكاردياك دي كده خلصنا الماسكرار تيشو انا اخد النيرباس تيشو كلمتين بصات انتهينا لما اقول لك النيرباس تيشو بيتكون من تقول لا ده عندنا دكتورة وبريفرال يا دكتورة والسنترال ده برينو سباينال كوردر بريفرال عبارة عن بريفرال سباينال او سباينال وعندي جنجيا جنجيا عبارة عن ايه نيرباس نيرباس سيل او السيد زي ناس ده لما نيرباس برس سيميها جنجل زي مين زي سباينال والأوتونوميك سمبساتيك والبرس سباينال هقول ده انا انت شوفتها وصفتها لكن بينهم بعض الأحيان لكن الغالب شبه بقى عندي خلايا عصبية بتنقل ترانسمنت نيرف امباس وكنترول بادي اورجنس طب تمام وعندي خلايا دعيمة لها خلايا دعيمة زي الكنكتب احنا قلنا قبل كده بس ديها خصائص محددة للنيرف استيش اسمها تسموها نيرولوجيا سيل أو نيرو جلايال سيل دي عبارة عن ايه دي عبارة عن خلايا بتاكيوباي تحت الانتر نيرون سفيس ما بين الايه تعمل زي عازل ما بين ايه تعمل ما بين النيرف سيل يعني لو عندي مجموعة خلايا عصبية لازم هلاقي ما بينهم حاجة اسمها نيرو جلايال سيل لازم تبقى ايه منه طب انت وظفتك ايه لا ده انا بذبط المايكرو انفارمين انفارمين الجو اللي حواليها عشان تقدر تشتغل كويس يعني ممكن اديها غيزة اعمل لها عازل احميها عشان تقدر الانباس تمشي بسرعة اخد التوكس امنع التوكس انها تدخل كل ده هنشوفه في اخر المحاضرة يبقى انا عندي نيرف السيل وعندي نيروليا السيل ليست خلية عصبية خلاص طيب نيجي على الخلية العصبية بتتكوني من ايه خلية عصبية بتكون من سيل بودي اسمه بيري كاريون اسألت الامزكيو بيري كاريون هو ايه هو السيل بودي جسم الخلية ده ده انا بعمل عليه مربع ده جسم الخلية وعندي بروساسس زوائق عندي نوعين من الزوائد عندي اجزن ده اجزن مش عارفة اسمه ايه بالعربس ده اجزن ده اللي بينقلي الامبس من الخلية الى الخلية الاخرى وإلى المكان راح تأثر عليه وعندي دندرايس دندرايس دي بتعمل ايه بتستقبل بتستقبل من ايه من اجزن تاني يجي لها اجزن من الخلية تانية تستقبل الامبس وتقول الخلية دي ايه لا انشطش ده جالك امبس راح تروح عاملة حاجة مكونة طلعها ايه عاملة ايه تستارت امبس وتنقلها الخلية تانية يعني ان عندي سيل بادي وبرساسس نوعين دايما وابدا الاجزن واحد الاجزن واحد لا يتغير ثابت في حجمه خلال لا يتفرع ولكن في النهاية ممكن يتفرع في النهايته خالص لو رايح على المصل يفرش كده زي في الاخر زي جزا الشجرة كده يفرس في الاخر في الجدر يعمل ايه الامبس العضلة خلاص او المكان الافكتور ايه رايحانه يبقى انا عندي اجزن سينجل كونستانت الديامتر بتاعه فكسد ده مين ده الاجزن اي حاجة داخل الاجزن اسمها ايه اجزو بلاس اجزو بلاس طيب لكن السيل بادي ده خلية عادية فيها مصفات مخصصة مخصصة فقط لمين للنيربستيش وما الايد ديندرايد دي دي زوايد بتطلع من الخلية عشان تستقبل الامبس ممكن الخلية يكون ما في هذه زوايد خالص سميها يونيبولر يعني ايه ان يطلع منها اجزن بس ممكن تبقى فيها واحد دندرايد ممكن يفيها مالتبول دندرايد اكتر من دندرايد اه يبقى دندرايد ممكن لأي اكتر من واحدة لكن الاجزن مستحيل لأي اكتر من واحد طب كلمين على الفريكاريون ايه الفريكاريون ده تب يحتوي على النواية أغلب الأرجانيالز هذه الخلية هي بينها وهادي الأجزن هنا هيكمل وهنا فيه دندرائد لكن أنا عندي ده جسم الخلية ده جسم الخلية طيب تعمل إيه؟ هي اللي بتتحكم وتقدر تنشط كل الخلية العصبية سواء كانت أجزن أو دندرائد بتتكون من نواة تفتكر نواة هتبقى أكتب ولا أين أكتب؟ أكيد أكتب ده أنشط خلية لا تنام خلية العصبية لبعن عندي أكتب سيل يو كروماتيك يعني أكتب ما يعني بيل سيل لو تفتكروا أكتب يعني تاخد اللون الفاتح شايفين أنها فاتحة زي دي بيل سيل ولو اللون الفاتح ده طلع جري فاتح في الإلكزن ميجرسكوب بسميه يو كروماتيك يبقى كلمة يو كروماتيك اكوى الكلمة بيل كلمة يو كروماتيك باللاتيني كلمة بيل باللايت مايكروسكوب كلمة يوكروماتيك كلمة بيل بالإلكتروم مايكروسكوب يوكروماتيك يعني بيل بالإلكتروم مايكروسكوب تمام بيل يعني فتحة باللايت مايكروسكوب بما إن النواة بقت فتحة النوية هتبقى واضحة جدت النوية هتبقى واضحة جدت النوية هتبقى قاديس قادي النواة كلها فتحة وفي النص في إيه النوية نيوكليولس طب السايتو بلازم بيتكون من ايه عندي ثلاث حاجة ايه عندي سايتو بلازم كورجانيل وعندي سايتو سكيلتون اللي هما الايه اللي هما الاورجانيل دي زي الممبريناس اللي هي ميتو كوندية ورافو جولجي واسموس اندو بلازم جرتكرا والريبوزوم كل دي ايه بتقوم بايديها وظايف حيوية بيحصل بتحتك طاقة وبتعرف تشتغل فمسميها اورجانيل اللي هي عضيات الخلي سايتو سكيلتون دا بيعملوي ايه المايكرو فيبر والمايكرو فيلاممت والمايكرو تشيبيون وفي حاجة اسمها نيورو فيلاممت مخصوصة موجودة بين داخل الانيرف سلباتي بتعملي ايه سكيلتون من اسمي كده بعمللك هيكل الخلي اعيز الخليات تكون شكلها هرمية اوه اعملها لك هرمية راودت اعملها لك راودت مين دي بعمللي ده السايتو سكيلتون وعندي سايتو بلاsung زي ايه زي الميلانين بيبقى موجود عندي ميلانيل كل دي سايتو بلازميك انكلوجين بتبقى موجودة داخل الخلايا طيب تعالوا نشوف بتفاصيل ايه اللي مقصود عندي بتفاصيل الكلام تاني بيضوح اكتر ايه من الاورجانيل مهم انك تبقى عارف خدوا بالكم مش دا اللي موجود بس ده مهم انك تبقى عارف اسمه سايتو بلازميك اورجانيل قلنا يعني ايه يعني فيها عمليات حيوية بتتم وفيها تحتاج طاقة اه فadi سميناها اورجانيل حاجة اسمها نسل بادي دي جديدة علينا دي ما اسمعناهش قبل كده نسل بادي دي بس مرتبطة بمن مرتبطة بالنيرفاستيش نسل بادي بل نيرفاستيش اسمعها في اي حتة تعرف بيتكلم عن نيرفاستيش عشان كده ما اسمعناهش عنها قبل كده لكن الجلجين عارفين ومايتوكوند عارفين قلنا عندنا مايكرو تيبيول وعندنا نيورو فيلمت ومايكرو فيلمت والنيورفالامنديين هو مخصوص اسمه إنترميديات إيه استعيتي بلازميك إنكلوجين ده الميلانين بيجمند الميلانين بتاع سبغة الوش ولون العين فيه منهم موجود عندنا في جزء من البرين أو نيرباستيشو بيبقى فيها ميلانين داخل الخلايا ميلانين بيجمند اللايبوسين بيجمند احنا سمعنا احنا قلنا ان الخلايا العصبية لا تنقص فبالتالي كل ما تاكل حاجة وتكسرها يستنى فضلات فضلات بدل ما تطلع فضلات أثناء انقصام زي أي خلية بتبدل ما تحوشها جواها تكمل لي حاجة اسمها لايبوسين بيجمند مع العمر تزيد لايبوسين بقى في الناس اللي عندها 70 سنة كتير جدا وتعوقها لأداء الخلية لكن في الشباب الصغير بتبقى أقل الناس اللي بتاخد أكل مش مظبوط ندفعاته مخدرات شوالك الخلايا العصبية عندهم بتعجز بسرعة بياخد السموم دي وتتهدم وتتكسر وتعمل وفي الآخر تتحوش الفضلات داخل الخلية فلايبوسين بيجمند فضلات الخلية مع موروز الزمن بتديني سبغة لونها أصفر كده اسمها لايبوسين بيجمند طيب نتكلم عن النسل اللي انت قلت لنا عليه ايه النسل ده ده يا جماعة بيبقى موجود في كل الخلية وظفته ايه انا بصنع البروتين بتاع الخلية هو ايه المايكرو تبيول اه المايكرو فيلمنت اه النيورو فيلمنت اه متصنع بروتين تاعي متصنع ايه بروتين الترانسفورد سيكريشن اللي هو أدرانين ونور أدرانين اه استيركولين اه كل ده بروتين اه طالما بروتين احنا قلنا مش هنحفظ يبقى لازيكون عندي ايه راف اندوبلازمي كريتيكلم راف اندوبلازمي كريتيكلم ومعها كمان ايه بولي ريفزوم ليه لان الراف اندوبلازمي كريتيكلم ده بيصنعلي التصدير للخارج زي مين زي النيورو ترانسميتر رح تطلع مني لكن السيطسكيلتون ده استعمالة داخل مش هيتصدر برا فبالتالي بيصنعوا الريبزوم لوحده يقدر يصنعلي ايه السيطسكيلتون عشان يعزلوا عن السيتوبلازم لحظة ما يعبيه في أكياس ويطلعوا إيه بره تمام؟ كلام جميل إذن أنا محتاج للسيتو سكيلتون ريبوزوم عادي عشان كده عندي بولي ريبوزوم ومحتاج لتراسفورت وستكريشان رف اندبرازم ميستيكرا فربنا سبحانه وتعالى العمل إيه؟ حط جزء من الراف كده زي النقطة دي عبارة عن النقطة دي عبارة عن رف اندبرازم ميستيكرا ومعها بولي ريبوزوم متجمعين مع بعض كده العالم نيسل ده اكتشفها بقى قبل ما يطلع الالكترون ميكروسكوب زمان خالف 1800 فسموه على اسمه نيسل جرانيوز لما كبروا دي لقوا عبارة عن الوحدة دي هي النقطة السودة دي هي ايه؟ هي النقطة الزرق السوري هي ايه؟ هي النيسل بادي عبارة عن ايه بقى؟ جزء من رف اندبرازم ميستيكرا ومعها بولي ريبوزوم طب احنا قلنا قبل كده الراف بيديه لون ايه في اللايت ميكروسكوب اه لأ ده بيديك اللون الازرق زمان تشايف كده هدي اللون الازرق غالق عبارة عن كل دي اسمها نيسل جرانيوز مكانك فين؟ انا ملي اماكني محددة انا ما بخروجش عنها ببقى موجودة فين؟ ايه لو انا كبرت الصورة دي شفاية ادي النسل طبعا دي مرسومة في الافيض والاسود ايه دي الخلية ايه دي النواة فتحة خلاص ايه دي نيوكليوس النيوكليولوس بين جواها بوضوح عشان هي اكتف يعني يوكروماتي طيب ايه كمان؟ ايه دي النسل الباطي كل واحدة من جاية كل نقطة من جاية وراء ليني ويلد فولد راف ومعاها ايه؟ ممكن اقولك اذكر في الام اي كيو الستركشور اوف نسل باطي تقولي عبارة عن ويلد فولد راف بلاس ايه بلاس ايه بلاس بولي رايبزوم يعني رايبزوم متجمعين مع بعض طيب ادي واحدة وواحدة مكانك فين؟ انا ملي اقول السيتو بلازم بتاع السل باطي البريكاريو ما عادة ما عادة الجزء اللي هيطلع منه الأجزن بسميه أجزن هيلو فاضي ما بيبقاش في ايه؟ بقاش فيه نسل باطي وفين تاني عند طرف الخلية تحت الممبرين بتاع الخلية ما عنديش عشان ده مكان السيتو سكيلوتون اللي هو مايكرو مايكرو فايبر ونيوروفيلم كل ده بيبقى مكانهم ايه؟ تحت السل ممبرين هم اللي هنا برضو هنا فاضي مافيش عندي في ايه؟ مافيش عندي في نسل باطي حاولين النواة حاولين النواة برضو فاضي يبني عندي ثلاث أماكن لا تحت يبقى مليا كل البريكاريون إكسيبت السي سايد يجي لك سؤال هم السي سايد ذات نوت كونتين نسل باطي تقولي نسل باطي نسل باطي نسل باطي نسل باطي لكن أنا كان كلامي على البريكاريون الجزء من البريكاريون ده اسمه أجزون هيلوك أول خروج الأجزون لأنه عندي الأجزون ده بروسس خلاص فايبقى أنا عندي الأجزون هيلوك والأجزون نفسه لا يحتوي على النسل باطي فين كمان تحت السلم連بيرين ما عانده مش ماشي فين كمان حوالين النواة ليه حوالين النواة عشان به مكان الجوالجي Eduardo ده مكان الجوالجي الجوالجي ما بيتسبخش لو تفتكروا لما قولنا في hold zelf image لازم أسüğل قولنا ما بياخدش السبب هو هنا ما بيتسبخش يودي لون فاتح حوالين الخلية فالمكان متفضل تبعد كده النسلบاطي عشان سيب مكان لمين للجوالجي قلنا إنها RER قلنا بتاخد اللون البيزوفيليك اللون الأزرق بتتكون من Well Developed RER وبولي رايبزوم الفانكشن بتعمل السايكو سكيلتر وبتعمل نيرو ترانسبيتر تمام؟ نيجي على الشريحة اللي بعدها الجولجي أباريتس لسه الدكتور قال لنا Well Developed طبعا طالما بيطلع إيه ووظيفة الجولجي إيه ووظيفة الجولجي إنه هو يعمل باكينج لبروتين إنتي بتقولي Well Developed Ruff أكيد Well Developed الجولجي طب إنت مكانك فين يا جولجي أنا بابقى محاوض النواة كده في مكان الحتة الفضية اللي جاي سايبها لي إيه الناس البادي بابقى حوالين النواة ده اسمه إيه؟ اسمه جولجي أباريتس Perinuclear حولى النيوكلر حولى النيوكلر Well Developed بيعمل إيه؟ بيعمل باكينج تعبئة باكينج للبروتين اللي بطلعه وليمين؟ محتاجة ميتوكوندي يعني مش محتاجة كلام إنه أقولك إذا أنا محتاجة ميتوكوندي يعني محتاجة ميتوكوندي في كل حتة في البركاريون وفي الأجزون وفي الدندراي كل الخليل محتاجة إيه؟ محتاجة الميتوكوندي خلاص؟ طيب الأجزون فيه ميتوكوندي آه بس ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش نسل بادي الدندراي فيها ميتوكوندي وفيها نسل بادي السل بادي فيها ميتوكوندي وفيها نسل بادي لكن الوحيدة اللي ما فيهاش مين الأجزون ما فيهوش نسل بات طب نيجي على الأجزون الدكتورة قلت لنا الأجزون دائماً وأبداً واحد سنجل تمام؟ طوله متغير لو حينقل في خالية جنبه هيبقى قصيب لكن لو جاي من البيرمد الاريا في البرين عشان يوحل أنتيري هون نسل في الامبر الامبر فور الامبر فايف او الامبر فايف فور شوف المشوار حيمشي من المخل حادة الامبر فور ده مشوار قد ايه تبقى خالية واحدة وعنا قلنا أجزون واحد فبالتالي لو هو ممكن يبقى طويل جدا عشان كده البرين ممكن يكون شورت لو خالية جنبه في البرين او يبقى لونج لو خالية بره خالص ايه او في السبينال كورت يبقى الدندريد خاليا نكمل الأجزون برانشد نوت برانشد كونستان ديامتر ثابت قلنا لحدة فين ممكن يعمل في التيرنال كده افتكر جزع الشجرة جزع الشجرة البيوت انه طالع من الارض دايما واحد كده وفي جزور تحت هو في التيرنال ممكن يعمل في الآخر عشان يفرش على العضلة مثلا يعمل لها انقباط لكن هو اصلا ثابت واحد ما بيتغيرش الدندريد بيحتوي على ايه ما انتي قلت لنا مايت كونديا والنيوروفايفرال اللي هي الانترميديا والمايكرو تيبيول كل حاجة موجودة فيها معادة النسل بادي منفوش نسل باتس وظفته ايه كوندكت نيرف امبالس اواي فروم زا سل مينقلها بعيدا عن السل بات ياخد من هنا يطلحها بعيدا والانت بتعمل ايه دندريد انا ممكن اكون مالتبول سينجل او مالتبول بس الاغلب بوود مالتبول ودائما وابدا انا قصير مش طويل شورت وبرانشت مستيبت عمل زي تفريعات الشجرة شايفين بقى ترفع ارفع 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 فالدامتر مستيبت هنا هنا دامتر سميك تبقى ارفع فارفع فارفع فالكونستانت مفيش كونستانت انكونستان واكستنسف برانشينج طول ما هماشي بتعمل برانشينج على مدى طولها كله بتدي برانش بتحتوي على ايه بتحتوي على كل الحاجة زي السيل بادي اللي هي ايه ميتو كونديا ونيورو فيلمت نسيل بادي لكن فيهاش جولجي ما فيهاش جولجي نقولنا الجولجي حوالي النيوكلاس بس لكن فيها ميتو كونديا فيها نسيل بادي ووظفتك ايه انا بياخد الامبالس نقلها لسيل بادي بس دبل حابقنا نعمل كلاسفيكيشن للنيورون مش هقول بقى بريفرر وسنترل لا هقول ايه هستولوجي يعني ايه انا هتكلمك على عدل البروزيس ده تقسيم بتاعي مالتي بولر مالتي بولر يعني اجزون واحد قلنا دايما الاجزون السابت يبقى عندي واحد ومتعدد الدندرائيس باي بولر واحد اجزون واحد دندرائيس سوديون بولر طلع فتحة واحدة طلع الاجزون الدندرائيس من فتحة واحدة من بول واحد اناكزوميك ما فيهاش اجزون خالص عبارة عن دندرائيس بس هنقولها هنشوفها بالتفصيل دلوع طب في السيولوجيكال ده تقطع الفيسيولوجيكال يقولك دي سنسري وموتر وانتر نيرون لكن انا بقولك انا عندي مالتي بولر باي بولر وسودوينيبولر واناكزوميك وارينا اللي بتقولي ده عندي مالتي بولر او اجزون واحد ومالتي بولر ايه مالتي بول دندرائيس تمام باي بولر اجزون واحد ودندرائت واحد سودوينيبولر طلع واحد بس كده خلاص فانا فتكرته ايه يونيبولر طلعك كذاب بعد ما طلع واحد طلعه انه كانت نيت لحمين في بعق ورح مديني اجزون ورح مديني دندرائت بقى عندي اجزون من هنا وعندي دندرائت من هنا يعني عندي إيه؟ السيل بادي السودوينيبولر هي كذاب مش واحد بس مش يونيبولر ده طلع فيه أجزة دندرايت عادي بس هو بيخرج بيخرج إيه؟ من واحد بس وبعدها القصد عشان كده سميناه سودوينيبولر الأنوكزونيك دي إيه؟ ده عبارة عن كلها دندرايت مفهاش أجزة خاص فسميتها أنوكزونيك تعالوا ناخد مثال المالتيبولر عندي أول حاجة بولي جونال جونال يعني زاوية فولي جونال نيرون يعني خلية متعودة سوري غالية عصبية متعددة الزواية أدي زاوية وأدي زاوية وأدي زاوية وأدي زاوية وأدي بولي جونال سن واحدة من الروسس دي اسمها إيه؟ ده أجزة هنا هم ودول كلهم دندرايت آه ما أنت قلتنا أني في واحد أجزة بس أدي أجزة وأدي دندرايت فدي اسمها إيه؟ اسمها فولي جونال متعددة الزواية بولي جونال أدي بولي جونال أهي يمين دي؟ دي خلايا عصبية طب مثاليها إيه؟ آه كل الخلايا العصبية داخل السمباساتي الجانجية عبارة عن polygonal cell polygonal cell يبقى السمباساتي الجانجية اللي هي السنسوري أنا عافش بتاعة الـ Autonomic اللي هي بتبقى مسؤولة عن Autonomic Nervous System الجانجية اللي موجودة برا الجسم اللي أنا شفتها في الأناتمي الجانجية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن poly... تتكون من polygonal cell طب عندك إيه تاني؟ عندي piramidal cell خلايا زي البرامل زي الأهرامات ده وش مثلث يمثلث تاني هنا ومثلث تالتين بسمي إيه؟ piramidal cell غلية الهرامية تبقى لها كذا زاوية كذا فيس أو تلات وجوه بين المثلثات أنا شايفة واحد منهم تمام؟ بسميتها piramidal cell مكانك فين؟ لا ده أنا أهم واحدة أنا موجودة في السيربر كورتيكس في منطقة التحكم العضلي بتاعي اسمها piramidal area piramidal area مشال كده الناس اللي بيحصل لهم إصابة في منطقة ال piramidal area دي دايما يجي لهم إيه؟ يجي لهم شلل لأن العضلات مش هتشتغل خلايا لما بتموت خلايا على فكرة يا داكاترا خلايا العصبية لا تتجدد لا تتجدد إذا لماتت ما تتجددش فبالتاني مهمة جدا أعرف من ال piramidal cell دي موجودة في ال piramidal area اللي هي إيه؟ موجودة في السيربر كورتيكس طب إيه تاني؟ مالتي بولر مالتي بولر يعني إيه؟ طالع منها أجزل وأكتر من دندرايد آه عشان كده سمناها مالتي بولر بس الشكلها هنا كان فولي جونال هنا بايراميدا ومال هنا إيه؟ بايريفور قلت كله متجمع وطلع من ناحية واحدة كده لقي طلع من ناحية واحدة إيه؟ زي كوميترا كده مجمع كل اللي هيطلع منها سواء كان أجزل أو دندرايد من ناحية واحدة كده بسميها بايريفور زي الكوميترا بايريفور أيه طلع كده بقى وتتجيني البرازيشن كتير لأجزل أجزل وأديندرايد كله دي بقى طلع من ناحية واحدة كده بس طلع منها مالتي أكتر من دندرايد والأجزل أسابة قلنا بيض طالما طلعنا أكتر من دندرايد يبقى اسماها مالتي بولر س say ناكانها بور في السيربيلر الدبل ال ده المخيخ السيربيلر اللي هو المخ الفصل المخي السيربيلر المخيخ متاع الإتزام المخيخ هو السيربيلر فيها بايريفور والصريبرر فيها بايراميدل واسمبستاتي الجانجنيا فيها البوليجون كل دول مثل المالتي بولر المالتي بولر سلم ومال إيه البيبولر بقى بيبولر يعني ناحية أجزن وناحية دندرائي تمام ادي الأجزن ودي الدندرائي الدندرائي طالحينا ودي الأجزن طالحينا مكانك فين في الحواس يعني الريتنا الالفاكتري دول ايه مسؤولين اي حاجة مسؤولة عن الحواس اغلبها تبقى او دائما بتبقى بايبولر سل بايبولر سل بايبولر نارف سل زي ايه الريتنا والفاكتر طيب مال مين الكذاب انا زيك على فكرة انا زيك انا بايبولر بس انا كذابت طلعت الاول الوحدي بعدين تقسمت لما ديت اجزن وديت اندراي انا مش احادي فعلك بس عشان طلعت الوحدي سموني الوحادي الكاذب يعني ايه انا سودو نيبولر نيرون عندي اجزن دندراي لكن اول ما طلعت تلات من مكان واحد خلاص وان بروسس ذات ديفايدت انتو اجزن ما كانها فين في الاسباينال جانجيا امه للسيمباساتيك كات ايه كات بوليجونال يعني مالتيبولر مهم جدا ياولاد الاسلة دي مهم جدا الاسباينال جانجيا دي كات ايه سودو نيبولر امه لقيه الانوكزونيك نيرون دي قلنا ما فيهاش اجزن لو بتعمل اكشن بوتنشن لو بتنقل حي ومال بتعمل ايه بتنقل بين الخلية العصبية دي والخلاء دي واللي جنبها خلائتين عصب تروح تنقل من هنا الهند تنقل من دي لكن ما فيهاش اجزن عشان تنشيط ايه اكشن بوتنشن او تطلع الالكتكالبشنج ولا تعمل حي ما سنع مكانها فين في الريتنا وفي السيء الناس بس دول اللي حلاقي فيهم الانوكزونيك نيرون يبقى انا عندي اربع تنواع مالتي بولر متعدد دي سواء كان بولي جونال او بيرامد او بيري فورم وعندي باي بولر يعني نحية ونحية وعندي زيها السودين بولر بس ايه بدية فتحة واحدة عشان كده قلنا كذاب وقلنا بدون اجزو نسمناها انوكزونيك نيرون نيجي على الخلائة الداعمة يعني ايه خلائة الداعمة سابورتين سيل ومنير بستيشو اللي انا قلتلكم مجازيا اسميها كونكتف سيل بتاعت النيرفاستيش هي عبارة عن خلائة ايه داعمة تقرب الخلائة ببعضها او تدعم النيرفاستيش عددها ايه عددها مية الف مرة مية مرة قدل ايه قدل نيرون يعني لو عندي لكل خلائة عصبية عشر خلائة داعمة او نيروكلايا بتعمل ايه تم ميكانيكال عندي متابوليك سابورت للنيرون سيل بادي وللأجزون وللدندريد عشان نيرون تديهم غيزة تاخد منهم وسط بروتك تعمل لهم عزل تاكل اي ميكروب يدخل او دا تديك وظيفة مما جدا عشان كده عددك اكبر من طب دي عند دا قدرة عن قسام او عشان كده اللي بيجيله دايما ورم في المخ اش ورم في الخلائة العصبية انخلاء العصبية بتنقسمش دايما بيع سبب الورم ايه نيروجيا سيل خلايا الدائمة تمام نيروجيا سيل النات اجزايتابول ما فيهاش اجزايتاشن ماش خلايا عصبية دي دوت نوت جينيريت اور كونداكت اور ترانسميت امبصم ماش خلايا عصبية عكس النيروجيا سيل نيروجيا سيل النات ايبل تو ديفايد باي ميتوز هن كده ممكن يحصل فيها ايه ينصر يحصل فيها ايه كانسر وتنقسم من قسام عشفائي هي نوع واحد لا ده انا عندي اربع تنواع مخصوصين موجودين في النيروستيشو في النيروستيشو او سيندرا في النيروستيشو عندي اربع تنواع عندي اوليجو دندروسايت اوليجو دندروسايت وعندي شفانسل شفانسل وعندي استروسايت وعندي مايكرويا اربع تنواع الاليجو دندروسايت انتي بتعملي ايه انا عاملة زي الاختبوط كده بقعد في central nervous system مكاني في central nervous system مكاني هنا بقى مهم قوي المكان ده في central nervous system بقعدة وعنا زي الإختبوط كده بكون الميانين وألفه حوالين الأجزم تاعة نيرفيسيل دي والأجزم تاعة نيرفيسيل دي والأجزم تاعة نيرفيسيل دي والأجزم تاعة نيرفيسيل دي ممكن أخذ أكتر من نيرفيسيل وأنا قعدة في النص ما بينهم كده جسم الخلايا في النص يبقى أنا found in green and white matter of the CNS ببروديوس ميلانين أطبع طلع ميلانين في ال CNS وعمل إيه سيل بروسس يطلع بروسس منها كده راب يلف أراوند أجزم أراوند مور زين أجزم أكتر من واحد تمام ميرينشيل ده بيعمل إيه الميرين ده العازل يعني سلك الكهرباء اللي بيحوطينه بلاستيك كده الأخضر والأبيض اللي بيحوطينه سلك الكهرباء ده ليه عشان يعزل لي الكهرباء عشان تمشي بسرعة ما يصربش فيبيساعد يعمل إليكريك إنسلتيشن تمنع إيه تصرب يقدر يحمي النيربس تيشو يصلي الإنبس تمشي أسرع فين؟ في النييرونز بتاعت مين؟ بتاعت CNS بتاعت مين؟ بتاعت CNS وليجو CNS وليجو CNS أسئلة ال MSQ موجودة فين؟ في الجري والويت مطر في الجري والويت مطر بتاعت مين؟ بتاعت CNS وما نقل الشبانسل دي؟ لأ أنا الشبانسل ده العالم الألماني الشبان ده اكتشف إن فيه خلية بتطلع ميالين باقي فين؟ في البرفرال بتاعت بتاعت باطلع ميالين في البرفرال سيستم الجزء البرفرال nervous أنا اللي بصنع للميالين ليه عشان اعمله عايز زي ما قولي بس أنا بقى لها طريقة غريبة أو شايفين أدي كل خلية عصبية ماشية تطلع بقى تطلع خالص بره نيرف فيبر أو العصب اللي بنشوفه العصب اللي بنشوفه سواء ألنار نيرف أو ميجيال نيرف أي نيرف كل أجزن شايفين عليه إيه مقسمة حلقات كده محوطة مين محوطة الأجزن من أول والأخ متعددة كده عشان تعمل لي نودو فرانفيا اللي هتعمل لي إنباس هتنط من خلال آه يعني كل أجزن متقسم إلى أجزاء من إيه اللي شفانسر آآ بتعمل إيه هي جسمها كله بيحوط الجزء من الأجزن ده بيحوطه عشان خاطر يلف حواليه ويعزله عشان أوضحها لكم شوية الله آه كل واحدة من دي شفانسر جسمها 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 كل واحدة من دول آه دي 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 اللي قلنا عليها فوقها شايفين هذه النواة وبتطلع بروسس تلف ميالين بس لكن ما نيجي نشوف الخلية اللي بعديها آه ده هي قلبا وقالبا النواة بتاعتها هي والسيتو بلازمة بتاعها السلممبرين بتاعها لافت حوالين إيه حوالين النرب أجزن عشان يعمل له عزل عندي واحدة شفانسل ودي التانية ودي التالتة وكل واحدة بالنواة والسيتو بالازمة بتاعها والسلممبرين اللي هو بيخون لي الماريشيس ماريشيس ده بيكون من اي حوالين الأجزة تمام؟ يبقى أنا عندي إيه هذه الفرق الاثنين دول مسؤولين عن الميالين الميالين اللي هو السلم حولين الأجزون وهنا شوف كل أجزون واخد كم واحدة عشان كده عنده قدرة ان يقدر يعمل ريجينيريشن تقدر تصنع ميالين وتعمل أبوبا كده والنيرف يحصله ريجينيريشن في البريفرا نيرف السيسة يعني لو واحد تقطع عنده الارنالين نيرف ريجينير بيوصله يقربوها من بعد والجانسل تقدر تغطي الجاب دي وتعمل لي ايه وتقدر تلحم النيرف التاني لكن الارنالين نيرف ما تقدرش لأنها فيهاش سلم ما داش تعمل تصنع لذا بيتقطع هي نفسها تموت والخلية تموت ومتقدرش تعمل ريجينيريشن في التالي عشان كده عندي ريجينيريشن فين في البريفرا نيرف نيرف عشان موجود اللي شفان سير منيجي على الأستروسايت انتي أستروسايت ده لشكل زي النجمة وشايفيني أنا لوني أخطر أنا الأستروسايت بعمل ايه؟ بقى بقى موجودة حوالين البلاد فيلسل دايماً بقى جمي بلاد فيلسل وأنا أكتر نوع ما أقولك سؤال ده مص نيمس نوجليا سل مين أكتر نوع في النوجة اللي احنا قلناها؟ اللي يجو لا الجفان لا المايك روجليا لا ما المين الأستروسايت الأستروسايت هي أكتر نوع في الروجليا السل هي اللي موجودة داخل مين؟ داخل النار فاستيشن لماذا؟ عشان هي اللي بتأكلني وبتشربني اي عاملة عازل أولاً خلاص فهي بتعمل ايه؟ تاخد النيوترين تاخد من البلاد عشان كده قلنا ده جنب البلاد فيلسل تاخد من البلاد تاخد من البلاد تدي مين؟ تدي الخلايا العصبية وتعمل ايه؟ وتاخد من خلايا العصبية تدي مين؟ تدي البلاد عن طريق ايه؟ تطلع فيه billet elea هذه بروسسس قد نowitz الاعت Lizio علة على البلد فيزل وده اللي بيكوني بلد بلين باريا لو تفتكروا بلد بلين باريا مش خدتوها لأ هذه رجلة من جي والرجلة التانية بتروح عند مين خلية العصبية تاخد الغيزة وتاخد الوزد بروت They are the main supporting cell احنا قلنا the main and the numerous Astrocyte proliferate to form scar tissue in the damaging area of CNS الناس اللي بيجلها جلطات في المخ احنا قلنا خلية العصبية لو ماتت لا تجد طب ماتت الخلية يسيب مكانها scar نسيج مش عارفة ساموه scar زي ما اديكت الجرح كده ويبقى عندك نسيج أبيض كده في الجرح سكارتش مين اللي بتكون السكار هنا هي مين هي الاسرو سايس هي اللي تعمل لي كده بتملى المكان الفاضي في السينار فلما نعمله أشعة على المخ انت عندك جلطة قديمة اه ده جلطة انت كنت اه اه انا فعلا جاتي جلطة من عشر سنين ليه في حاجة بينا في الأشعة بتقول ان الخلية عصبية ماتت وتحول وساجها انها سيج من الأسرو سايس قولنا هي مسؤولة عن عن طريق البروسيس بتاعت الأسرو سايس ومال ايه المايكرو جلايا دي المايكرو جلايا دي عشان الحماية انا بقى موجودة فيني مايكرو جلايا في السي ان اس موجودة في السي ان اس زي زي اول واحدة ساكلاها سبندل وليها ايه فاجوسيتك اكتبلي فكرتك ممين فكرتلي بالماكرو فاش عندها قدرة انها تاكل زي الماكرو فاش على طول او تتحول لماكرو فاش تاكل اي جسم غريب او اي بكترية تخش المحوق ادي الاس مايكرو جلي مايكرو جلي عشان حجمها نسبيا اصغر من ايه من الخلية التالي تبقى عاملة زي زي سبندل كده الغزالية وطلع منها بروساس بتعملي ايه انا اي جسم غريب ييجي اكل مسؤولة عن الدفاع طب حاجة ماتت اكل لو حصل جلطة في المخ والخلية ماتت تاكل الخلية دي وتحل مكانها حاجة اسمها ايه اسروسايت تعملي سكارتش فانا عندي اربعة نواع نوعين للميالين واحد سنترا وليجوا واحد بريفرار الاشبانسل وعندي نوعين تانين واحدة للأكل والشرب اللي هي الأسروسايت واحدة للحماية لو حنقولهم بسرعة مين اللي في السين نقس عن السين نقس هو أوليجو دون السايت والمايكروكلي الأول نية والآخرين الوظيفة أول اتنين ما يلي الأوليجو في السين نقس والشفانسل في البريفرار نيربا السيستم الأسروسايت شكلها عامل ازاي شكلها قولنا انها وصفتها بتعمل اكس اتشانج النيوتران والوستبروتكت بين الخلية والبلود طيب الميكروكلي وظفتها بتعمل phagocytosis phagocytosis أنها تأكل البرين لأنها تسميها brain macrophage إذا ما أقول لك brain macrophage is تبعرف أنها microcloid the center responsible nutrition is a suicide responsible production of myelin in prefront nervous system تكتب شفر in central nervous system بنكتب إيه بنكتب وليجو لندروسايلس يجي عند آخر شريحه وهذا البريفرال نيرب ايه البريفرال نيرب ده؟ ده هبارة عن جروب نيرب فيبر يعني هو الأجزون مجموعة أجزون مع بعضها سيباريتد باي كونكتف تيشو سيل زي المسل كونكتف تيشو سيل تيشو طبيعي من قلتنا يا دكتورة في محدد كونكتف تيشو إن كان بيدم المسل تيشو والنيربس تيشو والأبثيديال تيشو ده متحوط بكونكتف تيشو عادي عشان يعمل لي ايه عشان يعزل لي ايه العصب أو النيرب أو يقسمها لي المجموعات نفس الفكرة بتاعت المسل النيرب فيبر بقى بعضه بيبقى ميلنيتد والبعض الآخر مش ميلنيتد معلوش ميلين شيس زي اللي انت شايفينه ده هذه المجموعة نيرب فيبر مع بعض معليهاش ميلين شيس ومال اللي عليها ميلين الاسود ده الميلنيتد آه يبقى عندي ميلنيتد وعندي أن ميلنيتد نيجي عن ميلنيتد الأجزن وإحنا قلنا الأجزن طويل قصير ما لنهاش دعوة بس عليه ميلين خاص يبقى اسمه ميلنيتد الماليشيس ده عبارة عن ايه قلنا عبارة عن السلميمبرين والسلميمبرين ده بيتكون من ليبو بروتيون فهو عبارة عن كونسنتر just تبقات يعني ده parce ما هلهml عبارة عن سلميمبرين ما شايفين اوهو بيتكون شايفين اوهو بي لسه مضمش على بعض هذه السلميمبرين عمال يلف حوالين مين حوالين الأجزب ده السلميمبرين بتاع مين بتاع السلميمبرين شايفين اهو ده عبارة شايفين سلم برين بتاع شفانسل اهو بيعمل طبقات تضغط على بعضها تتحول لإيه مايالين شيس مين بتعمله شفانسل فين شفانسل اهي ادي ادي اللي انا قلت عليها للعاملة زي العقل حوالين الاجزون المتكررة وأدي نيوكلز بتاعتها ودي شفانسل وهدي الميالين اللي كوليتها حوالين الاجزون ده هادي ashvanسل خلاص دي هادي الخلاة ده ميالين وهدي حوالينا مين بتكون ايه الميالين ده من يعني ايه لايفبروتين يعني بتاع مين السل ممبرين بتاع الاجزون طب بيعمل ايه Deutschland the axon وبيدي environment for action Residentation يمشي زي ما احنا قلنا في الصورة اللي فاتت كده أدي الأجزن يبقى أتكلم على البريفرالنيرف طبعا أدي أدي شبانس اللي احنا شفناها عاملة مايالينشيز حوالينا ونا مكبروها تعمل إيه؟ تعمل عزل عشان بس تنط إيه؟ من هنا نطره بيه نطره بيه تتبشي بهذا الطول دي وظيفة إيه؟ الشانسل بتعبارها عن إيه؟ قد شين قلنا سلسلة تتكبر الأجزن عشان تفورب المايالينشيز دي ببساطة محددة النهاردة أتمنى أنها تكون موصلت ولو حد عنده أي سؤال تفضل افتح المايكة دكتور بعد إذا أنتوا بي سمعيني أم لا إيه؟ سمعيني دكتور حد عنده أي سؤال؟ دكتوران خلاص كده نلحق بقى عشان نلحق نروح العملي إن شاء الله أي حد عايز أي سؤال يبعتني على الخصف أي حاجة أي حاجة يستطلش طبعا أنا تحت أمرك ربنا وفاك سعيدك يا رب السلام عليكم جميعا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر